أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجات العالمين الجديدة نسخة 20 أو 24 عن انتهاء فعاليات النسخة التانية من المهرجات الأكبر في مصر والشرق الأوسط في مدينة العالمين الجديدة واللي بتنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وده بعد نجاح بشكل غير مسبوك في تحقيق أفضل خدمة توعاوية وتفقيفية وسياسية وتنموية ومجتمعية للدولة المصرية وأبنائها طبعا ده حصل بتنفيذ عدد غير مسبوك من الفعاليات الشملة ومشاركة جميع أطياف المجتمع المصري وفئاته العمرية والصحية والاقتصادية والتعليمية وكمان استقبال زوار من أكتر من 104 جنسية لدولة أجنبية وكمان عدد كبير من المسؤولين والديبلوماسيين العرب والأجانب بعدد قياسي من ساعات العمل المستمرة الأعمال التحضرية والتجهيزية استغرقت أشهر طويلة جدا من العمل علشان تضمن أعلى معايير الجودة والأمان حتى انطلق هذا المهرجان وحتى توصلت الفعاليات على مدار 50 يوم دون انقطاع من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل بمشاركة عدد كبير جدا من المصريين العاملين والمتخصصين والفنيين وعدد أيضا من الشركات والمؤسسات بتغطية حية على الهواء مباشرة على معظم المنصات الإعلامية والصحفية المرئية منها والمسموعة والمقروئة ورقيا أو إلكترونيا وحصل كمان متابعة كبيرة من عدد كبير من وسائل الإعلام والصحفة الإقليمية والدولية وده بعد النجاح الهيل في الترويج لمصر سياحيا وتنمويا وارتفاع معدلات المبيعات الاستثنارية والأنشطة الاقتصادية وشوفنا كمان الإخبال السياحي متنوع الجنسيات بالسحل الشمالي والمحافظات المحيطة وده حق كامل أهدافه اللي قيمت النسخة دي من أجله بتتقدم اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة بالشكر والتقدير لكل المصريين اللي شاركوا في نجاح هذا الحدث الضخم ولرئاسة مجلس الوزراء المصري وكل الوزرات والهيئات والجهات والمؤسسات المعنية والتابعة على التعاون وعلى تذليل العقبات والمشاركة الإيجابية وعلى الدعم الكامل لفعاليات هذا المهرجان كمان اللجنة العليا لمهرجان العالمين بتتقدم بالشكر للشركات الخاصة مقدمة الخدمات والهيئات الرعية وأصحاب الأنشطة الخاصة المشاركين وكمان الأيدي العاملة من الشباب المصري وبتثمن إدارة المهرجان دور أطقم العمل الإعلامية والصحفية والإبداعية اللي صقلت ونقلت النشاط الكبير لمصر والعالم في أبهى صورة وبتؤكد اللجنة العليا المنظمة للمهرجان اللي بتتشكل من عمر الفئي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وقصواء الخلالي مدير مهرجان العالمين والتخطيط والمحتوى وعمر أحمد المدير التنفيذي للمشروعات والتنسيق أيضا الزملاء أحمد فاي المدير التنفيذي للمحتوى الفني والدرامي ونشواجاد مدير المواقع والتطبيقات الإلكترونية للمهرجان وفتحي بدر مدير المتابعة والتنظيم وطارق شرف مدير الأنشطة الطرفية وعلي مرعي مدير التسويق والرعاية الإعلانية وامجة سلامة المدير المالي والإداري ووائل عبد العزيز مدير العلاقات العامة ومحمود التوني مدير التشغيل والتنفيذ الإعلامي ومحمد عبد الباقي مدير المركز الصحفي والإعلامي وزملاء إبراهيم عبد الجواد المتحدث الرسمي باسم مهرجان العالمين الجديدة ولمة جبريل المتحدثة الرسمية باسم المهرجان أيضا بالإضافة للشركات المساهمة في إقامة وتنظيم المهرجان هذا العام وهم UMP وB Group وITOS وEgyptian Outdoor وPOD وتسكارتي وDS Plus و30 Degrees وكلكس واللي بيمثلوا جميعا فعاليات الإدارة والتنفيذ الكاملين لهذا المهرجان واللي عملوا عدد كبير من كل التغطيات والفعاليات لهذا الأمر بنؤكد أيضا المهرجان تم تخصيص نسبة 60% من أرباحه هذا العام دعما للقضية الفلسطينية وده سيرا على نهج الدولة المصرية وقيادتها العظيمة في تبني قضية القضايا وتقديم أفضل ما لدى جمهورية مصر العربية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني تاريخيا وإنسانيا وبتعرف إدارة المهرجان عن خالص تقدرها وشكرها وعميق انتنانها وعرفانها لمؤسسة الرئاسة المصرية والقيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التكليف والتشريف بكل ما يدعم بناء الإنسان المصري وصناعة وعيه داعين الله عز وجل أن يجمعنا والمصريين وقيادتنا الرشيدة على الخير مجددا عام 2025 بأفضل حال حتى نلتقي في النسخة الثالثة من المهرجان كل المصريين مهرجان العالمين الجديدة